المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان إن مشروع ضاحية الرمل يشهد تقدماً ملحوظاً بنسب إنجاز الأعمال الإنشائية التي بلغت حوالي 37% بعد أن تم البدء في تنفيذها مطلع العام الجاري وبتكليف أربع شركات مقاولات ببناء 1265 وحدة من إجمالي 4500 وحدة سكنية من المقرر أن تنفذ بالمشروع مشيراً إلى أنه تم تخصيص ما نسبته 34.9% وذلك ضمن خطة توزيع 10400 وحدة سكنية التي أمر بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العام الماضي أضاف الوزير الحمر أن الوزارة ستقوم بطرح مناقصة تنفيذ 3240 وحدة سكنية أخرى مشيراً إلى أن المشروع سيستوعب أكثر من 29 ألف نسمة فضلاً عن أنه سيوفر مختلف الخدمات والمرافق المتنوعة وأكد الوزير الحمر أن أرض مشروع ضاحية الرملي تم استملاكها بالكامل من قبل وزارة الإسكان مشيراً في الوقت ذاته إلى حرص الوزارة على سير أعمال تنفيذ المشروع وفقاً للجداول الزمنية المخصصة لها لتستغرق ثلاث سنوات فقط حتى يتسنى لها بدء تسكين التدريجي للمواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية وقال أن مشروع ضاحية الرملي يعد من أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن استراتيجية بناء مشاريع مدن البحرين الجديدة وأشار إلى أن المخطط العام للمشروع يهدف إلى تكوين مجتمع سكني حضري متكامل في موقع يعد من أكثر المناطق الحيوية بالمملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال توفير مختلف النواحي مع توظيف أنماط معمارية مستوحى من الطراز المحلي في تشييد الوحدات والعمارات السكنية ونوها الوزير الحمر إلى أن الخدمات الإسكانية تعد في مقدمة المشاريع التي ستبقى ذات أولوية في التنفيذ والتخصيص ضمن برنامج التنمية الخليجي والذي أسهم بشكل كبير في تسريع إنجاز الخدمات الإسكانية في مدن وقرى البحرين لتوفير المسكن الملائم للمواطنين موجهنا الشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما توليهم من دعم مستمر في تمويل المشاريع الإسكانية ومنها مشروع ضاحية الرمل